هل هذه حكومة لاحق فضائح الفساد في كل مكان المغاربة اليوم لما خرجوا النص للتعليم متقف تحد لم يتقف أي أحد بما فيه موزير التربية الوطنية الذي كان رئيسا للجنة النموذج الماوي لم يستطعوا هؤلاء لا أحد منهم استطاع أن يقنع رجال ونساء التعليم بالعودة إلى المدارس أتعرفنا لماذا؟ لأنه ليست لهم در من المصدقية لأنهم ينكتون الوعود في كل رحضة وفي كل دقيقة ولذلك فإن النساء ورجال التعليم لم يتقوا فيها لم يتقوا في هؤلاء إذن هذه التقة المهزوزة في المؤسسات مصدرها مثل هذه الفضائح والمصائب أن يصبح الميراوي وزيرا للتعليم العادي وأن يصبح أرطي فوهبي وزيرا للعادي هذه قمة الفضائح هذه الحكومة التي تجروا وراءها العديد من الفضائح ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر